سلبيات خطة الأعمال إن الحقيقة في الغالب لا تظهر بناء على ما كان مخططاً إذا أن الخطة مبنية على افتراضات فهي ليست في الأمر الواقع كما كتبت الخطة الثاني يبنع العمل الريادي على اكتشاف الأنماط والوسائل والأساليب والوقوع بالخطأ وهذا يعطينا نوع من التجريب وهذا ما يتعارض مع التخطيط المسبق عندما يضع رائد الأعمال خطة مسبقة فإنه لا يدرك بالفعل كمية التي ستبدو عليها الشركة في المستقبل فالشركة تطور من طالبات السوق واحتياجات العملاء مما يضعف من أهمية خطة العمل كذلك لم يعد يحتمل المستثمرون وأصحاب رأس المال الجريء قراءة خطة الأعمال لأنها طويلة للغاية وإن الشركات المرنة الناجعة تتكيف مع السوق بشكل أسرع مما تحتاجه لقراءة خطة الأعمال مع وجود التغيرات الكبيرة في التقنيات والأساليب فإن التخطيط لمدة خمس سنوات يعد أمرا عديم الجدوى انخفضت القيمة المضافة لخطة الأعمال في السنوات الأخيرة مع تغير البيئة التي أصبحت متغيرة بسرعة وفي هذه البيئة يعد التخطيط طويل الأجل مهمة شائكة لذلك جميع هذه السلبيات الست لابد أن نحولها إلى إيجابيات وهذه تعتبر من ضمن الأشياء الأساسية عندما نبني خطة الأعمال نعي ونعلم ما هي السلبيات لخطة الأعمال حتى لا نقع في هذه السلبيات وكيف لن نحول هذه السلبيات إلى إيجابيات فعلى سبيل الافتراض لما نتكلم ونقول ولا لم يعد يحتمل مستثمر أصحاب رأس المال الجريء قراءة خطة الأعمال لأنها طويلة لذلك لابد أن تكون عندي تكون عندي خطة أعمال قصيرة خطة أعمال مشوقة وبذلك لابد أن نأخذ ميزات وما تميز به ما ذكرناها سابقا خطة الأعمال ونقارنها بتلك السلبيات ثم نبدأ بعمل تحسين تلك السلبيات ووضعها إلى إيجابيات حتى لا نقع في السلبيات التي تم اكتشافها من بعض خطط الأعمال المدرجة أو المنفذة سابقا شكرا